في الخاص إلى جانب الهموم السياسية تريث الحكومة الجديدة بعد تسمية رئيسها وتشكيلها مجموعة تحديات اقتصادية تقرير جوني طانيوس ليكون سهلا على حكومة جديدة بات بحكم المؤكد أن رئيسها النائب تمام سلام أن تتعامل مع ملفات اقتصادية ضخمة يبدو أن ثقلها أكبر من أن تتحمله أي حكومة ولسيما إذا كانت انتقالية تنظم انتخابات نيابية لا أكثر الملفات المقصودة هنا وبشهادة الاقتصاديين لا تحتمل التأجيل أو التعاطي معها على أنها غير موجودة كالموازنة والحكومة المستقيلة لم تنجح في المعالجة لأن تناقضا واضحا ساد أجواءها لناحية الفكر الاقتصادي لما بيجي إجماع على رئيس حكومة بيعطي نوع من الارتياح أنه فيه نوع من السياسي عبر تنشغل يعملوا يعكسوا نوع من الهدوء هذا الهدوء بده شغل من الحكومة أولا الحكومة تواجه حاليا مشكلة غياب الموازنة العامة الأموال والإسماعات العربية الخليجية للبنان تراجعت وكذلك حركة سياحية هذا مؤشر كتير كبير يعني اللي معهم مصاري مش عم يجو على لبنان وإجا عنصر هم إضافي علينا يعني موضوع النازحين السوريين لبنان بعده ما يزال أنه السروة الأساسية المتاحة عنده والتي تؤمن الاستقرار الاجتماعي مش السياسات الحكومات القائمة هي وجود شباب لبنان بالخارج وتحويلاتهم السنوية لعائلاتهم اللي بتبلغ 8.2 مليار دوار هي عام شوية لإستقرار الاجتماعي وأجل الأزمة الاجتماعية في لبنان يعني ما بيصير أنه نحركش كمان بأنه هو السرو الموجود بالخارج آخر إنجازات الحكومة المستقيلة إحالة سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب قبل يوم واحدا من سقوطها والحكومة الجديدة بعد أن تتشكل لن تقارب على الأرجح الموضوع لأنه ما حدا بجيب الدبع كرمو وفق بعضهم ضرائب اللي نحطت لسلسلة الرتب والرواتب كان مفروط نحط للموازن طيب إذا حطينا نمو سلسلة الرتب والرواتب من رسم الطابع المالي من ريوع العقارية من طابق اللي يسمي طابق المئات فبالتالي عمز الموازنة بدو يزيد إذا ما كبر الاقتصاد فالضريبة بدأت تكون على العالم يعني ما يفكروا العالم أنه فيه ضريبة ما بتأثر على الناس أو على الحركة الاقتصادية ما فيه ضريبة بالعالم ما بتأثر ولكن تأثير بيكون نسبة تكثر الأحاديث والتحاليل عن تحديات اقتصادية تقف أمام الحكومة الجديدة بعد قطوع التشكيل إلا أن الخلطة السحرية تبقى في توافر عنصرين لا ثالثة لهما الاستقرار الأمني والهدوء السياسي ترجمة نانسي قنقر